اكد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر أن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ينطلق من روابط الأخوة وأواصر الوحدة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية حققت الكثير من الانجازات العالمية في مختلف الأصعيدة جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى مركز المستثمرين السعودي التابع لوزارة الصناعة والتجارة وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين حيث رفع سعادته أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وإلى الشعب السعودي الكريم كما أشار سعادة الوزير إلى أن العلاقات البحرينية السعودية التي قل نظيرها وهي علاقات متجدرة في عمق التاريخ وشهدت منذ القدم تطورا كبيرا في كافة المجلات أن القيادة الحكيمة في مملكة العربية السعودية هذه المناسبة ليست مناسبة للسعودية فقط للدول الخليجية بشكل عام والبحرين بشكل خاص ما في شكل قيادتنا الحكيمة دائما وأبدا أنها تستمر تسعة إلى تعزيز التواصل مع جميع الدول الأشقاء ولكن باستثناء مع المملكة العربية السعودية شيئا نحن كمواطنين وكمقيمين في هذه البلد نحن نحسر ونحن قطعة من المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر